حياكم الله طلبة الصف العاشر السلام عليكم ورحمة الله الآن نبدأ بالفصل الدراسي الثالث الوحدة التاسعة الدوال والعلاقات النسبية سنقوم الآن بشرح التدريب السريع اللي هو الاستعداد للوحدة أي معادلات هي من نوع الخطية معادلات خطية لكنها تحوي على كسور لمعرفة قيمة X نقوم بالضرب بمقلوب معامل X يعني أنا عندي أنا معامل X1 على 3 أقوم بضرب الطرفين ب3 على 1 نضرب هذا في 3 على 1 ونضرب هذا في 3 على 1 فبتروح الظل عندي X تساوي 5 ضرب 3 15 على 14 بس ثاني نفس ليش نضرب الطرفين بالمقلوب مقلوب الواحد على 8 هو 8 نضرب هنا بثمانية ونضرب هاي في ثمانية طبعا ثمانية على 1 فبتصير بالنهاية M تساوي 7 ضرب ثمانية 56 على 3 طبعا ثمانية على 3 ما فيها اختصار إلا إذا بدنا نسويها ميكس نومبر يعني عدد مع كسر يعني عدد كسري 56 كم ثلاث فيها الاربعة وخمسين فيهم ثمنتاش إذن فيها ثمنتاش صحيح واثنين على ثلاث ممكن نعملها زي هيك نفس الإشي هنا عشان نطلع K نضرب الطرفين بأربعة على واحد فبتصير K تساوي ثمانية ضرب أربعة ثنين وثلاثين على خمس وكذلك هنا عشان نطلع P نضرب الطرفين بالمقلوب 9 على 10 نضرب هنا 9 على 10 طبعا تساعة تساعة تروح 10 مع 10 تروح إذن P يساوي 7 ضرب 9 63 على 10 يعني هاي 7 على 1 على 10 هذا يساوي 6 فاصلة 3 6 فاصلة 3 5 نشوف السؤال الذي يلي نشوف السؤال الذي يليه نعود هذا السؤال ضبط الرقم 6 6 3 السؤال الذي يليه يقول استهلك مازن ثلث خزان الوقود في شاحناته الذي الذي بدأ فإذا كان ما تبقى لديه 68 لتر يعني فكم عدد اللترات التي يسعها الخزاء هذا اللي ما تبقى هو 2 3 لأنه استهلك ثلث بقي عنده ثلثين ثلثين 6 ونضرب 3 ونضرب 3 ونضرب طبعا هاي 2 مع 2 بتروح 3 مع 3 بتروح بيظل عندي X تساوي نستطيع اختصار 68 ع 2 فيها 34 34 ضرب 3 30 ضرب 3 فيها 90 و 4 ضرب 3 فيها 12 بيظل 102 مجموعة التي تليها يقول حول كل تعبير مما يأتي بأبسط صورة طبعا الطرح والجمع يحتاج لتوحيد مقامات فأنا عندي هنا 4 وهنا 8 فأقدر أضرب هاي بيظل و أضرب هاي بيظل فبالصير الإجابة كله على 8 2 ضرب 3 6 ناقص 7 وهذا يعطي سالب 1 على 8 نفس الإشي هنا 9 6 3 إش المضاعف المشترك الأصغر إلهم هو المقامات هاي هذا المقام 9 هذا المقام 6 هذا المقام 3 شو أقدر أعملهم كلهم سويهم 18 إذن نقدر نقول يساوي كله على 18 طبعا هاي عشان تصير 18 بدها تنضرب بـ 2 2 ضرب 8 16 وهاي عشان تصير 18 هاي ناقص ناقص هاي 6 عشان تصير 18 بدها أضربها بـ 3 7 بـ 3 صار عندي 21 زائد الثلاثة عشان تصير 18 بدها أضربها بـ 6 صار عندي هنا 6 نجمة 16 ناقص 21 فيها سالب 5 سالب 5 زائد 6 فيها 1 على 18 لحظونا نفس الإشي 10 15 3 نقدر نعملهم 30 فهاي عشان تصير 30 نضرب بـ 3 10 في 3 30 9 في 3 27 ناقص هاي الخمستاش عشان تصير 30 نضربها بـ 2 صارت 30 نضرب اللي فوق بـ 2 بتصير 8 زائد زائد 1 3 عشان تصير 30 نضربها بـ 10 3 نضربها بـ 10 بتصير 30 والواحد نضربها بـ 10 بتصير 10 ونجمع بيصير عندي 27 ناقص 8 ثانية فيها 19 19 زائد 10 29 على 30 3 3 6 1 نقدر نخليهم كلهم ستات يعني هاي نضربها بـ 2 بتصير 20 بتصير 20 على 6 العشرة على 3 بتصير 20 على 6 هاي نتركها 5 على 6 وهاي نضرب في 6 في 6 بتصير 18 على 6 3 بتصير 18 على 6 نجمع الآن ونحط مقام 1 على 6 20 زائد 5 25 25 زائد 18 35 43 43 43 على 6 يعني فيها 7 صحيح 43 كم 6 فيها 7 صحيح يبقى 1 على 6 قامت علياء بخبز كعكل بعيد عن مخبوزات وقد استخدمت 2 كوب من الدقيق لإحدى الوصفتين وأربعة ونصف كوب من الدقيق للوصفة الأخرى فكم استخدمت إجمالا فبنقول 2 3 زائد 4 ونصف نقدر نحول هذا إلى كسر 2 2 على 3 خليها كسر زي ما هي زائد الأربعة ونصف كيف نحولها إلى كسر نضرب 2 في 4 8 زائد 1 9 9 على المقام 2 يعني 9 2 هي 4 ونصف الآن بنوحد المقامات بنخلي هذه تصير 6 كلاهم لأن المضاعف المشترك الـ 2 و3 هو 6 يعني نضرب هاي بـ 2 ونضرب هاي بـ 2 ونضرب هاي بـ 3 ونضرب هاي بـ 3 عشان نوحد المقامات بصير عندي 4 على 6 لهي من كوب من الدقيق للوصفة الأولى والثاني هذا بيستهل كثير يأخذ دقيق 27 على 6 بيطلع كم كله 1 4 زائد 27 31 على 6 طبعا نستطيع نحولها إلى عدد كسري 31 تقسيم 6 فيها 5 صحيح ويبقى عندي 1 على 6 هذا حل السؤال العاشر المجموعة التي تليها مجموعة التي تليها بيقول خل كل من التناسبات التالية كيف أحل تناسب مثل هذا بعمل ضرب تبادلي ونقول زي هيك بي تساوي حط خط نقسم على اللي بقابل بي إيش اللي قابل بي 12 ونضرب 9 ضرب 36 حسبها الحاسبة أو نختصر 36 قسمة 12 فيها 3 3 ضرب 9 27 نفس الاشي ضرب تبادلي بنقول M تساوي حط خط زي هيك نقسم على اللي قابل M اللي هو التسعة ونضرب 6 في 18 طبعا 18 تقسم على 9 بيظل 2 2 ضرب 6 ساوي 12 اللي بعدها نفس اللي شي K تساوي بقسم بقسم على اللي بقاب K اللي هو 2 واضرب 5 في 7 35 قسمة 2 يطلع 17 أو في ناس يكتبها زي هيك 17 14 5 ضريبة المبيعات تدفع سهيلة 4.40 درهم اماراتي ضريبة على الملابس بقيمة 55 درهم فما مقدار الضرائب التي ستدفعها على الملابس بقيمة 35 نعمل ضرب تبادلي اول اشي نقول زي هيك انه 55 قسمة 4.4 تساوي 55 تدفع عليها 4.4 الخمسة وثلاثين تدفع عليها اكس نقوم بعمل ضرب تبادلي بنقول اكس تساوي 35 ضرب 4.4 قسمة 55 رح نساويها على الالة الحاسبة ونشوف ايش تطلع يطلع 2.8 امارات 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 درهم امارات امارات الله السلام ورحمة ورحمة وبركاته امارات 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 شكرا